اشتركوا في القناة تقام وتظهر بشكل يليق بالكرة المصرية على كل احوال الازمة الاهلي لا دخل له ولا علاقة له بيها الاهلي بيحضر وبيجاهز النهاردة اللمسات الاخيرة والنهائية في السعادات النادي الاهلي لمواجهة القمة بكرة ان شاء الله بإذن الله وعن تعب مع حضراتكم طبعا تمانينة الاهلي النهاردة ايام صعبة شوية بنعيشها على مستوى الاجواء والحرارة وعلى مستوى المقارنات مع وجود وسخونة كوبا امريكا واليورو الحقيقة اللي يمكن قدمه مستويات اكتر من رائعة دايما بنبقى متعودين في الادوار التمهيدية على انه لسه المنتخبات ما سخنتش لسه البطولة ما احلوتش لسه كورة ما وصلتش الاعلى مستوياتها لكن الكوبا واليورو الحقيقة بيقولولنا السنة دي غير كل المطشات الحقيقة فيها جرعة كبيرة جدا من المتعة والإثارة والندية والقوة والمهارة قول زي ما انت عايز تقول طابلوهات فنية بتكتب اخرهم طبعا مطشات امبارح اللي هنستعرض مع حضراتكم نتائجها وقال لكم النهاردة مطشين في منتهى الاهمية رشح لحضراتكم منهم موجهتين لو انت طبعا بتتابع التوئيتات طبعا مطشات امبارح كانت عندنا مواجهة بين المانيا وسويسرا والمباراة دي انتهت واحد واحد خضها المنتخب الألماني بدون دوافع احساسه بانه خلاص تأهل للأدوار الإقصائية فبالتالي انتهت النتيجة بنتيجة واحد واحد المباراة الاكثر سخونة ولما كانش حد يتوقع السيناريو ده رغم انه يعني على ارض ملعب ممكن تكون ما تعرفش اكتر من اسم او اتنين من اللاعبين المشاركين لكن مباراة كانت في المنتهى الندية حكمتها الدوافع الفرقتين مبارح لو كانت انتهت المباراة بنتيجة التعادل كانوا الاتنين برا البطولة حتى لو كان في رهان على مركز احسن توالت لانه خلاص حتى لو وصلوا للمركز التالت بعتقد انهما كانوا برضو هيفقدوا اعمالهم بنسبة 100% في التأهل كاحسن توالت من المجموعات الستة لكن الدوافع حسمت في الدقايق او اللحظات الاخيرة وتمكنت المجر من انها تكسب المباراة تكسب اسكتلندا بنتيجة واحد سفر وكده اصبح ترتيب المجموعة كالآتي جيرماني طبعا او المانيا في المركز الاول برصيد 7 نقاط سويسرا في المركز التاني 5 نقاط المجر في المركز التالت بعد مكسب مبارح برصيد 3 نقاط واسكتلندا في المركز الاخير واول من ودع البطولة برصيد نقطة وحيدة النهاردة مبارتين في منتعى الاهمية المباراة الاولى على مستوى الندية كرواتيا في مواجهة ايطاليا قواتين عظمتين ايطاليا بالتاريخ وكرواتيا بالحاضر مباراة تقام الساعة 10 بالمناسبة الجولة دي كل مواجهات هتتلعب في نفس التوقيت لان احنا عارفين انها مواجهات حاسمة هتحدد على اساسها الترتيب النهائي للمجموعة فالمواجهات هتتلعب في نفس التوقيت ايطاليا في مواجهة كرواتيا الساعة 10 وايضا الساعة 10 اسبانيا في مواجهة البانيا احتار بصراحة اقولكم تتفرجوا على ايه لانه المواصدشين هيبقوا في منتهى الروع اسبانيا بتقدم كرة رائعة على الرغم أن ألبانيا منافسة يمكن مش كبير وعندنا إسبانيا في المركز الأول صدرت المجموعة قبل طبعا مطشط النهاردة برسيد ست نقاط إيطاليا بتيجي وراها في المركز الثاني برسيد ثلاث نقاط ثم ألبانيا وكرواتيا كل واحدة منهم مركز ثلاث مركز رابع الفرق بس أنه الأهداف لصالح ألبانيا أكتر من كرواتيا كرواتيا استقبلت ثلاثة أو عليها ثلاثة ألبانيا عليها هدف وحيد وبالتالي مباراة النهاردة هتحسن بشكل كبير وإن كان الأقرب طبعا هما إسبانيا وإيطاليا نروح لكوب أمريكا مباراة كان فيه ضرب نار مباراة أو اللي تابع مباراة أورجوي وبانوا الحقيقة يعني كرة قدم كما يجب أن تكون يعني لما تيجي تمسك الكتاب وتكتب فيه أو تشرح فيه إزاي ممكن تكون تسعين دقيقة من المتعة والإثارة اللعيبة بتجري تسعين دقيقة ما فيش لعيب بيجر رجلي في الملعب ولا فيه لعيب نفس قصير ولا فيه لعيب تسعين دقيقة ضرب نار وإن المباراة النهارة طبعا لصالح أورجوي 3-1 داروي نونيز لوحده مضيع له بتاع عشر تجوان يعني طبعا هي المباراة الكفة كانت الأرجح لأورجوي بشكل كبير فالفيردي وداروي نونيز عملوا فرق كبير جدا مع منتخب أورجوي وبالنسبة أورجوي آه يمكن ما سمعتش يمكن ما عرفتش يمكن ما عصرتش لكن أورجوي في أمريكا الجنوبية من كبار القوم وعالية القوم بطل عالم وبطل كوبة أمريكا وأرقام قياسية اللي حصر لها تراهن على الجيل ده اللي يستعيد الأمجاد والبطولات آه تراهن الحقيقة لأنه منتخب في منتخب القوة ده ما ينكرش أو ما ينفيش أبدا وجود طبعا الأرجنتين والسامبا نسخة السامبا السنة دي بترجع لنا السامبا بتاعت زمان السامبا بتاعت روماريو بيبيتو بتاعت سوكراتس وزيكو بتاعت بليه أنا محضرتش بليه طبعا بس أنا عارف أنه طبعا أنجاد بليه عظيمة جدا لكن منتخب برازيل ورافينيا الحقيقة مع البرازيل السنة دي عامل شغل على أعلى مستوى مع لوكاس باكتا ومع فينيسي جونيور نهارده ما تشاط بالليل طبعا لو أنت بتصهر قوي هيكون عندك مباراتين مباراة الأولى كولومبيا في مواجهة باراجوي دي هتعتقد هتبقى الساعة أربعة صبح بتوقيتنا هنا أربعة فجرا بتوقيت بكرة والبرازيل وكوستاريكا دي لها تتلعب الساعة واحدة بعد منتصف الليل يعني واحدة فجر بكرة إن شاء الله بإذن الله وأعتقد أنها هتكون مباراة خوية جدا وهتكون في منتهى المتع نسخة البرازيل أرشحها الحقيقة بقوة أنها تكون بطل لا ما لم يحدث مفاجآت طبعا وإحنا عارفين أنه كل البطولات المجمعة وارد جدا فيها المفاجآت وبقوة فاصل ونرجع نبدأ حلقات مين ده؟ ده نجم من نجوم الكرة لتركيا إردال كسير طبعا نجم المنتخب التركي السابق وصاحب مشوار ناجح داخل تركيا نفسها مع واحد من أكبر الفرق هناك جلاتة سراي وأيضا في البونزليجيا كان نجم من نجوم بروسيا دورتموند ووظفنا النهاردة فيه السادسة أرحب بك طبعا في البداية وأشكرك على وجودك معنا وزهورك معنا في السادسة على شاشة الأهلي أهلا وسهلا مرحبا بجميع أصدقائي في مصر مرحبا بكم جزء كبير يمكن من الجماهير المصرية تكون متعطفة بتشجع المنتخب التركي في بطولة اليورو لكن الحقيقة ظهر المنتخب التركي في بداية المشوار بشكل ولا أروع ظهر بصورة قوية جدا مع جورجيا وحقق النتيجة وأداء على عالم مستوى ولكن في ظهوره التاني الحقيقة أمام بورتغال وكأنه منتخب مختلف تماما وخسارة ثقيلة بالسلسية زي بتشوف بداية المشوار بالنسبة لمنتخب التركي في بطولة اليورو نعم كان أداء مذهلا للمنتخب التركي أمام جورجيا لأننا قدينا بشكل ضائع وبحالة جيدة وكل المقدمات للفوز كانت جاهزة مسبقا الفريق كان مستعدا الفريق كان ناجحا الفريق كان يلعب كوحدة واحدة والالتزام كان موجود بجميع المراكز ولكن هذه العقلية التركية لم نكن متأكدين أننا سنفوز بسهولة على البرتغال هذه هي العقلية لدينا للأسف أننا إذا خوزنا بمباراة بأداء رائع ندخل المباراة التي بعدها بشكل ولسنا جادين بالشكل الأمثل وأيضا ما فعله المدير الفني أنه قد قام بالكثير من التغييرات أمام البرتغال وقام بتغيير الكثير من المراكز وكان هذا سبب كبير في الخسارة قبل ما سألك على دور مونتلا ونسخة المنتخب التركي مع مونتلا المدير الفني الإيطالي سألك البعض يعني بيقول أنه غياب أردا جولر كان مؤثر جدا بشكل سلبي على الأداء المنتخب التركي في المباراة وده اللي يمكن أن أثر بشكل مباشر على مستوى ونتيجة المباراة أمام البرتغال نعم هذا هو تساؤل الجمهور التركي كذلك لما لم يشارك أردا جولر في البداية وأيضا هناك بعض اللاعبين الذين كان يجب عليهم أن يشركهم هذا سؤال يجب أن يوجه للمدير الفني كما تعرف لديك فريق رائع فريق بجودة عالية وطوال الموسم لم يلعب أردا جولر ولكنه تعلم جيدا وتعلم من اللاعبين الرائعين الذين يلعب بجوارهم ونحن رأينا أداءه كان أداءا رائعا ويمكن أن يغير الكثير ويمكن أن يغير المباراة لصالح المنتخب التركي وهذا السبب أن الفريق ككل لم يكن ناجحا في المباراة الثانية في بعض الأوقات أو في كتير من الأوقات الحقيقة وخصوصا في البطولات المجمعة على مستوى المنتخبات وحتى على مستوى الأنداء يمكن ما بيبقاش فيه الحماس الكافي فكرة أنه فيه فرصة للتعويض فكرة أنك أنت بتأخذ أكتر من اللقاء ما بيخليش الدوافع أو بيخلي المنتخبات تقدم أفضل من ما عندها ممكن ده يظهر ويبان بشكل كبير جدا بعد التأهل للأدوار الإقصائية هل بتراهن على مشوار المنتخب التركي وأنه يقدر ينافس أو يقدر يروح لبيت في بطولة اليورو في ألمانيا ورهنك على مونتلا نسخة مونتلا على وجه التحديد إيه اللي محتاجه مونتلا عشان يقدر يصل بالمنتخب التركي لأدوار متقدمة نعم نعم هذا هو هدفنا لدينا الجودة ولدينا الإمكانية لتخطي مرحلة المجموعات يمكننا أن نفوز بسهولة في مباراة الشيك هذه هي جودة الفريق لأن هذا كان لدينا جيلا رائعا من قبل والآن لدينا جيل رائعا أيضا على المستوى الفردي وعلى مستوى الفريق ولكن على مستوى الفريق هو الأهم يجب علينا أن نلعب معا ويجب على المدير الفني أن يكون متأكدا كيف نلعب وأن يخلق الدوافع للعبين وأن يضع اللعبين في المراكز المناسبة ولكن لنصل لهذا المستوى يجب علينا أن نفوز من برات يجب علينا أن نحرز الأهداف أمام الشيك يمكننا أن نفعل ذلك ويمكننا أن نتخطى هذه المرحلة ويمكننا أن نصل لمستوى أبعد ما رأيناه أمام برتغال لم يكن تركيا المنتخب التركي إذا كان مركزا واللعبين كذلك والمدير الفني يمكنهم أن يفوزوا وتكون هذه هي البداية الحقيقية للمنتخب في هذه المرحلة قلت من شوية أنك بترى أنه المنتخب التركي يقدر يفوز أو بتعتبر أن مواجهة التركية وتشيك لقاء سهل بالنسبة للمنتخب التركي وأنه يستطيع أن يحقق فيه المكسب رهانك على إيه تحديداً؟ وإيه اللي محتاج مانطق إلا أنه يغيره في أسلوبه أو في تشكلته أو في اختياراته قبل مواجهة تشيك؟ نعم أعتقد ذلك وأكرر ذلك إذا كان لدينا التشكيل الأمثل سنحقق نتائج أفضل كما فعلنا في النمسا في عام وسويسرا في عام 2008 وصعدنا لقبل النهائي وخسرنا أمام ألمانيا ولولا ذلك لا وصلنا لإنهائي فهذا الفريق أيضاً يستطيع ولديه الإمكانية أن يكون ناجحاً كهذا الجيل وأن يحقق هذه النتائج فقط هذه الفرصة إذا لم ترتكب هذه الأخطاء إذا استغللت هذه الفرص ولم تكرر أخطائك مرة ثانية فستتجاوز هذه المرحلة بمناسبة الكلام عن جولر نجم المنتخب التركي ونجم ريال مدريد إزاي شفت بداياته يعني هو تحط الحياة تحت ضغط وضغط إعلامي كبير جداً وضغط جماهيري كبير جداً مع انتقاله صفقة أثارت ضجة كبيرة جداً في أسبانيا وفي العالم كله الحياة ورغم كده والأسباب مختلفة ما كانش الموسم الأول مع ريال كان يعني جيد جداً وفي نهاية الموسم يمكن كان فيه تصريحات لكارلو أنشلوتي بيتمسك فيها ببقاء جولر في صفوف ريال مدريد هل أنت مع فكرة بقاءه في ريال في وجود الأسماء والصفقات مع وجود جود بلينجهام كيلة لينبابي فينيس جونيور رودريغو غيرهم فالفيردي وغيرهم النجوم أم مع رحيل أردا جولر والبحث عن فرصة في مكان آخر قد رأينا في ريال مدريد العديد من اللاعبين في بداياتهم كفينيس جونيور على سبيل المثال في أول موسمهم لم يكنوا ناجحين ولم يتصرفوا بشكل الأمثل ولم يعرفوا كيف يتصرفوا ولم يعرفوا كيف يتعاملوا مع اللاعبين العقارين هذه العقلية التي يجب علينا أن نعلمها للاعبين وخصوصا حينما يذهبون إلى ريال مدريد إذا بقي أردا جولر لموسم آخر مع ريال مدريد فسنرى حينما يلعب ويشارك يمكنه أن يؤدي أشياء استثنائية مع الفريق حينما يشارك في ملعب المباراة نرى تمريرات وتسديدات حاسمة ففي رأيي يجب عليه أن يظل لموسم آخر مع ريال مدريد إذا شارك بشكل أكبر فسيشارك في صنع الإنجازات مع النادي ربما يمكن أن نحصل في مدر في مدر في مدر إلى ريال مدريد ولكن إذا غادر الفريق فلن نرى هذه الفرصة هل تراهن على أن منتخب تركيا ممكن يكون الحسان الأسود في البطولة أو ألا فيه منتخب تاني ترشحه لللقب ومين من المنتخبات بعيدة عن المنتخبات الكبيرة أو المنتخبات المرشحة لتحقيق اللقب لفت نظرك في نسخة ألمانيا 24 الهدف الآن للمنتخب التركي لأن نتجاوز مرحلة المجموعات وأن نكون قادرين على أن نؤدي مباراة رائعة ترضي أجماهيرنا وأن نحقق النتائج الأفضل بداية من الشيك بعد الغد فلدينا الآن الكثير من المنتخبات الرائعة أسبانيا على سبيل المثال لديها الفرصة لتحقيقها اليورو وأيضا رأينا منتخب السويس اليوم قام به قدم كرة قدم رائعة ولكن كما رأينا بلجيكا قد خسرت أول مباراة ولكن يجب علينا أن نكون مصدقين أن كل فريق لديه الفرصة وإلا فلا يوجد فرصة لنا أن نكون نجحين في هذه الدورة أتمنى أن تمر هذه البطولة بسلام للجماهير للفرق وفي كل المدن كما رأينا ما فعله الجماهير الإسكتلندية والعنف الذي رأيناه ضد الجماهير الألمانية لا نريد أن نرى هذا في هذه الأيام نريد أن نرى أجواء من المودة والصداقة خارج الملعب وداخل الملعب كل الأمم تتنافس بشكل مسالم هذا هو الأهم وهذا هو الهدف من هذه البطولة وهذه البطولة نتمنى أن تمر على هذه هل الأدوار الأولى المباراة الأولى الجوالات الخاصة بدور المجموعات أظهرت لك المستويات الحقيقية للفرق اللي ممكن تكون قريبة من المنافسة على اللقب ومين ترشح بالتأكيد منتخب ألماني على أرض ووسط جمهور وأكيد حاضر من المنتخبات لكن مين من وجهة نظرك قريب لمنافسة المنتخب الألماني على لقب البطولة لم أجد هذا المسؤول السؤال مرة أخرى بسألك هل الأدوار الأولى اللقاءات الأولى لمتشاط المجموعات أظهرت المنتخبات بمستوى الحقيقي وهل أظهرت بالنسبة لك أنت من وجهة نظرك المنتخبات اللي ممكن تكون مرشحة بالفعل لمنافسة على لقب اليورو نعم نعم أعتقد بالتأكيد توقعي الأول وتفضيلي سيكون لمنتخب إسبانيا وأيضا منتخب ألمانيا بالطبع المنتخب المنظم إسبانيا ألمانيا وبالنسبة لي أيضا سويسرا أعتقد أن هذه الفرق هي الأقرب للفوز باللقب هرجع معك للمنتخب التركي وللدوري التركي على وجه التحديد كم لعب في تشكيل المنتخب تركيا بيلعب خارج الدوري التركي وهل معظم التشكيل بتلعب في أندية تركيا زي جلطة سرايف نارباشا أو بشكتاش نصف المنتخب تقريبا يلعب خارج الدوري التركي وهذا أمر مفيد هذا أمر مفيد للمنتخب التركي إذا كان لدينا لعبين محترفين خارج الدوري يكتسبون الخبرات ويكتسبون الثقافات مختلفة وهذا يطفي أداء رائعا على المنتخب التركي وأيضا يساعدون اللعبين الآخرين إذا كان لديك التحلي بالثقافات الأخرى وطريقة اللعب المختلفة فهذا يفيد المنتخب التركي بالفعل أنت كنت نجم من نجوم جلطة سراي طبعا واحد من أكبر الفرق في تركيا ممكن تكون وجهت أو لعبت يعني مع أو ضد نجوم مصريين احترفوا في الدولة التركي بداية يعني على ما أتذكر مثلا عبدالزهر السق أحمد حسن وصولا لنجوم مصر في تركيا حاليا زي محمود تريزيجي وزي أحمد حسن كوكا وزي إنني في فترة من الفترات يمكن كانت تم عارتهم من أرسنل بشكتاش ومصطفى محمد كان مهاجم طبعا جلطة سراي السابق وحاليا في فرنسا في فرنسا رأيك عموما عن تجارب المصريين في مع الكرة التركية أو في الأندال التركية مين منهم لفت نظرك مين منهم كتب تجربة نكحة مع الجماهير الكرة التركية أو ساب بصمة أو ساب علامة نعم كان يوجد العديد من اللاعبين المصريين في الدولة التركية وأكثر لعب ناجح وأتذكروا و لعب جلطة سراي هو مصطفى محمد كان لعبا رائعا كان ناجحا جدا في إحراز الأهداف مع جلطة سراي أتذكر قبل ذلك كان في بيشكتاش أحمد حسن كان مذهلا لعب فني على أعلى مستوى وفي حال رائعة بطبيعة الحال لدينا تجارب كثيرة وناجحة في الدولة التركية وقبل ذلك وأيضا لدينا نفس العقلية الناجحة وهؤلاء اللاعبين كان لديهم الأثر الرائع على الجماهير التركية وأتمنى في المستقبل أن نرى الكثير من اللاعبين المصريين في الدورة التركية ولكن أعتقد أن في الوقت القادم سنرى أيضا مدربين مصريين يذهبون لتركيا ويحسنون من وضعية الأندية التركية فتبادل هذه الثقافات وتقارب الثقافات مفيد للكرة المصرية ومفيد أيضا للكرة التركية كبيرا بمناسبة الكلام على المديرين طبعا ده شيئا أتمنى يعني يكون فيه مديرين مصريين أن فيه كتير من الأسماء المديرين الفنيين المصريين أثبتوا نجاحات خارج حدود مصر سواء في دول المغرب العربي أو سواء في دول الخليج أو دول المنطقة بشكل عام لكن خليني أخذك لتجربة استقدام اسم من العلامات البرزة في عالم التدريب في السنوات الأخيرة على مستوى كورة القدم العالمية وتعاقد فنربخشا مع جوزي مورينيو إزاي بتشوف أو بتنتظر من اسم كبير زي جوزي مورينيو وهل من الممكن أنك تراها على نجاح تجربته في الدوري التركي أو لا؟ نعم هو يتدور جوعا للفوز ببطولة ببطولة مع فنربخشا ففنربخشا الآن ينتظر بفارغ الصبر هذه المرحلة مع مورينيو والجماهير تنتظر ذلك وأيضا لدينا منافسة كبيرة مع جالتا سراي فجالتا سراي يؤدي لشكل رائع ويريد أن يكرر الفوز بالبطولة لديه الفريق الأفضل الفريق الأقوى ومدرب الأفضل والإدارة أيضا أفضل إدارة في تركيا حاليا وتنفق الكثير من العموال وتقوم بالتغييرات المفيدة فبالتالي يريدون أن أن ينافسوا الفريق الذي يعد ثابتا على مستوى خليني أرجع معك لليورو مرة تانية ويمكن البطولة دي على وجه التحديد بتشهد مش هسميها ظاهرة يعني مش حابة بقى أقول عليها ظاهرة لنها بتحصل كتير وبنشوفها حتى في بطولات كس عالم وشوفناها قبل كده في نصر اختانية مليورو لكن المرات يمكن تكون بشكل أزية شوية وهي ظهور يعني كتير من النجوم الشباب للدرجة اللي خلت مثلا في ناس تعمل مقارنة في بداية البطولة بين أنه لامين يامال نجم منتخب أسبانيا ونجم البارسة اللي بيشارك في البطولة نفس البطولة اللي بيشارك فيها كريسيانو رونالدو أول بطولة كريسيانو نفسه مكانش لامين يامال ولد من الأساس رأيك في ده شايف مين من النجوم الشباب بعيدا مع أسماء الكبيرة في البطولة ممكن يكون فرصة لميلاد نجم جديد نعم الجيل الشاب الحالي جيل موهو وينمو بشكل سريع على مستوى البدني وعلى مستوى التفكير كذلك لامين يامال هو واحد من حولها اللعبين الرائعين لدينا أيضا غافي ولدينا بدري من برشلونة فبرشلونة يقدم جيل رائع ولدينا لعبنا أردا كولر أيضا لدينا جود بيلينجم حوالي تسعة عشر أو عشرين عام ولكن لدينا لعبين في عمر آبائهم كرونالدو وبيبي ولدينا الآن الآباء والأبناء يلعبون في نفس البطولة هذا تعليم وتثقيف رائع للعبين الصغار في المستقبل أعتقد أن هؤلاء اللعبين سيلموا بشكل أسرع وبشكل أكبر سنرى البطولة في أقوى مستوى بعد نمو هؤلاء اللعبين أردال كسير نجم بروسيا دورتمود ونجم جلاتة سرايا ونجم الكرة التركية والمنتخب التركي السابق شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في السادسة كل التحية وكل التمانيات الطيبة للمنتخب التركي في مشواره في البطولة نقفل ملف اليورو وإن كنا نعدي عليه سريعا لأنه الحقيقة في لغة لغة كرة قدم بتتقدم مختلفة شوية عن اللي إحنا لها مختلفة كتير الحقيقة عن اللي إحنا تعودنا نشوفه بتستمتع بكل العناصر تستمتع بالصورة بالنقل التلفزيوني بالمدرجات بالمستوى العالي من التنفسية بلغة كرة قدم يعني منستناها كل أربع سنين مرة فأتمنى أنها تكون واجبة ممتعة ويهمني أكتر كمان أنها تكون أفيدة نتعلم منها على مستوى تنظيم البطولات نتعلم منها على مستوى المديرين الفنيين اللي بالتأكيد بيتابعوا وبيتعلموا وبيدرسوا من مدارس كروية مختلفة ومتقدمة في نفس الوقت خلينا نرجع لملف الأهلي والزمالك مباراة القمة إن شاء الله اللي هتقام بكرة إن شاء الله في معادها خلينا نستقبل نجم الندي الأهلي السابق ونجم حلقتنا النهاردة وضيفنا كابتن أحمد عادل هيكون ضيف علينا في السادسة لكن بعد الفاصل ده جزء صغير من كل يعني يعني الأرقام بتاعت العملات دي جزء من منظومة كبيرة جدا عشان كده يعني دايما فكرة السؤال هي ليه أوروبا متفوقة كروية على العالم كله على الرغم منه أهم المواهب على المستوى المواهبة الفطرية يعني هتلاقيها مش طلع من أوروبا هتلاقي طلع من حتة تانية كتير أبرازهم يعني أمريكا الجنوبية وأفريقيا لكن ليه أوروبا متقدمة ومتفوقة على العالم كله لأنها بتتعامل مع كرة القدم أو صناعة كرة القدم على أنها بيزنس 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 يعني ألقام فتلاقي أكبر عمولات بتتدفع الوكلاء لعبين في أوروبا أكبر عائد بس تليفزيوني أو نقل تليفزيوني في أوروبا أكبر عائد حضور جماهيري أوروبا أكبر عائد تسويقية عموماً في أوروبا أوروبا بتقود كرة قدم مختلفة تماماً عن كل ما يجري في كل أنحاء العالم على كل أحوال هنسيب أوروبا ونسيب الكوبا ونسيب اليورو ونروح لقاء القمة المنتظر من جماهير الكرة المصرية والعربية والإفريقية بكرة إن شاء الله بين الأهلي والزمالك لغاية بكرة مع عادل المباراة أي كلام بيتقال مالكش دعا بي وفي جميع الأحوال اللي يخصنا إنه الأهلي برضو مرة تانية بأكد ليس طرفاً من قريب أو من بعيد في الأزمة اللي حصلة في الساعات الأخيرة الأهلي جاهز مستعد وهناخدكم أنا وضيفي كابتن أحمد عادل نجمي النادي الأهلي النهاردة وهنشوف تمرينة الأهلي كمان ونحضرها مع حضراتكم ونتطمن على استعدادات كولر ونجوم النادي الأهلي أحمد مساء الخير وأهلا وسهلا بك حبيب أستاذ أحمد دايماً بس عدنا موجود مع حضرتك من أور الدنيا دايماً حبيب ربنا خليك طلبتك كلها مجابة مجابة الهواء كله تمام كله تمام نحن مفترض أنه طبعاً يعني هو مطش الأهلي والزمالك عموماً بيبقى أكتر بكتير من مطش كورة يعني هو بيبقى اتعودنا كده أنه المناسبة من المناسبات المنتظرة على المستوى الجماهير يعني بتكلم أنه عيد للكرة المصرية شايف الظروف والأجواء المحيطة بالمقبارات ازاي وازاي ممكن تأثر على الفرقتين بكرة أكيد ما فيه شك لو بنتكلم بعيداً عن الأحداث يعني نتكلم بمبارات أهلي وزمالك مباراة جماهيرية وخصوصاً ده يحسب للربط أو للمسؤولين عن الكرة حتة زيادة عدد الجماهير في المباريات عشان نشوف في مبارات كم أهلي وزمالك عكيد بتتكلم في قطبايا كرة مصرية في انتظار كل وسائل الإعلام كل المحللين كل النقاط مستنين يشوفوا مباراة تلاقي باسم الفرقتين فأعتقد أن النادي الأهلي جاهز بشكل كبير في ظل الأحداث أكيد اللعبة قفل على نفسها بشكل كويس أكيد الجهاز الفني قفل على نفسه بشكل كويس هو ده النادي الأهلي ومجلس الإدارة أكيد فيه تعليمات للجهاز باللعبة التركيز بشكل كامل سواء المباراة تتلعب أو مش هتلعب أنا عارف من قدة لبس النادي الأهلي اللعبة كلها مركزة اللعبة كلها هتبقى موجودة اللعبة هيحصل تسخينة وشوفنا المشهد ده من كم سنة واللعبة اتعاملت باحترافية في حضور حتى حكام أجانب الحكام هتيجي والنادي الأهلي اللي أنا عارفت أنه سدد حتى فلوس الحكام والأمور ماشية طبيعية بالنسبة لنادي الأهلي هو ده نادي الأهلي بيتعامل باحترافية في ظل أجواء تناسب الكرة في مصر أو أجواء ما تناسبش هو نادي أهلي بيتعامل بكل أساليب أن المباراة تتلعب إن شاء الله صحيح طيب بمناسبة كلامنا عن النادي الأهلي أنا حابب أتكلم معاك على تحضرنا لمباراة وإحنا بنتكلم نفسك وأتكلم عن أوروبا والأرقام وإزاي بيتعاملوا مع الجادة البزنس في المباراة هي محط اهتمام العالم كله وحتى في السنوات الأخيرة مش بس على الألقاب مش بكلمك على لقب سوبر أو بكلمك على لقب بطولة كاس أو بكلامك حتى على مستوى الأفريقي وإحنا عندنا سوبر مصري منتظر سوبر مصري أفريقي بطل دوري أبطال وبطل كونفدرالية طبيعي إنه في المناسبات اللي زي دي إنه العالم كله يعيز يستضيف أو يبقى فيه دول معينة بتحاول إنها تستسمر الجماهيرية والشعبية الكبيرة جدا وملايين المتابعين اللي هيتابعوا مباراة زي دي في إنها تستضيفها وتلعب على أراضيها وتحقق من وراء ده مكاسب كتير جدا وهنا مش بقصد مكاسب ملابس إزاي إحنا بقى بنتعامل مع الأمر ده عايزة أسمع وجهة نظرك بس نطمن الناس على تمرينة النادي الأهلي وخصوصا إنه في حاجات كتيرة جدا هتشوفوها معنا هتطمنكم إن شاء الله على جهازات الفريق وعلى جهازات اللاعبين وعلى عودة وسامة أبو علي وجهازات كل عناصر النادي الأهلي خلينا نروح لزمنا فاروق صلاح في الأهلي في الجزيرة ونطمن منه على التمرين الأخير والاستعادات الأخيرة لنادي الأهلي ومارس الكولر لمباراة القمة غدا يا فاروق مساء الخير برحب بك زميلي العزيز أحمد سمير وبرحب بكابتن كابتن أحمد عادل وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما انت قلت زميلي أحمد بالفعل النادي الأهلي بيؤدي تدريبه الأخير النهاردة على ملعب مختار تيتش هيختتم تدريبه اليوم طبعا وهتجل إلى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة طبعا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة للزمالك اللي هتقام غدا إن شاء الله على استهاد القرف تماما لساعة السابعة قبل ما نتكلم في أي تفاصيل زميلي أحمد خلينا أكد لك أمر مهم ما يدور خارج ملعب مختار تيتش شيء وما يدور داخل ملعب مختار تيتش شيء مختلف تماما النادي الأهلي لا يتطرق اللعبين مستر كولر كل أفراد المنظومة في النادي الأهلي بدءا من مجلس إدارة النادي الأهلي مرورا بكل فرض داخل المنظومة التحضير لمباراة للزمالك ما فيش أي أزان بتسمع الكلام بيتقال أو يثار خارج ملعب مختار للتيتش الأهلي بيحضر للمباراة تحضيراته البرنامج الموضوع للنادي الأهلي إن شاء الله يوم يكون موفق إن شاء الله للنادي الأهلي في مواجهة فريق للزمالك على أستاذ قارة داود خليني أعرف منك يعني نيمكن وإحنا بنتابع معاك لقطات من تمرينته النهاردة شفت وسام أبو علي في الملعب عايزة أتطمن معاك على حالة وسام ومدى جهازيته للقاء بكرا إن شاء الله يا فاروق يعني زميل أحمد خليني أحسن معاك بعض الأمور طبعا اللي أكيد بتهمك وتهم كل جمهور للنادي الأهلي خلينا أكد لك طبعا جهازيت وسام أبو علي لذي المواجه وسام شارك في التدريبات الجماعية على مدار الأيام الماضية طبعا قبل مباراة الداخلية كان شارك فيه يعني الجزء من الكبير من المران الجماعي ثم طبعا التدريب اللي كان يعني عقب مباراة الداخلية شارك أيضا فيه التدريب الجماعي النهاردة شارك بالتدريب الجماعي فاروق أنا سايف علي معلول قدامي دلوقتي والناس بتتفرج وبتابعنا شايفين علي معلول كان حضر التمرين النهاردة يعني بالضبط زميل أحمد يعني أنا زي ما وضحت لك أن فيه أمور هنطمن برضو من خلالك جمهور النادي الأهلي على علي معلول على برسته وعلى عمر كمال عبد الوعد على كافة هذه الأمور لكن يعني إذا ما أنت طرحت في البداية أحمد خلينا أكد لك جاهزية طبعا وسام أبو علي اللي جاهز لزي المباراة ويكون موجود في قيمة النادي الأهلي غدا إن شاء الله لمواجهة فريق للزمالج طبعا علي معلول النهاردة كان موجودة فيه النادي الأهلي خلينا أقول لك أن البرنامج التأهيل الموضوع لعلي معلول كنا مع الدكتور أحمد جبالله رئيس الجهاز اللي طبي اللي بنفسه بيتابع كل الأمور كل كبيرة وصغيرة مع علي معلول يعني يعني تعرف في جزء إعلاج طبيعي شغال عليه دلوقتي علي معلول بيتسير فيه بخطوط يعني إن شاء الله تقدر تقول يعني بنتائج مبشرة الحمد لله يعني إن شاء الله زي الفترة المحددة اللي يعني زما قال الجاز الطب من قبل الفترة ما بين 4 إلى 6 شهر خلينا أكد لك إن شاء الله علي معلول يكون جايز بإذن الله قبل هذه المدة بإذن الله ويكون واحد طبعا من اللعيبة المهمة جدا وعودته تكون أضافة الفريق النادي الأهلي خلينا أحسن معاك يا أحمد أمرين مهمين جدا سواء بيرستاو أو عمر كمال عبدالواحد خلينا أقول لك إنهم تماما خارج مباراة النادي الأهلي والزمالك يعني تقدر تقول بيرستاو في مرحلة التأهيل الأخيرة وأيضا عمر كمال عبدالواحد أيضا في مرحلة التأهيل الأخيرة يعني النهاردة عمر كمال عبدالواحد اكتفى بيه جزء من الجانب التأهيلي في الجيم يعني غرفة العلاج الطبيعي أيضا بيرستاو طبعا ما فيش أي لعيب منهم طبعا هيكون موجود في قايمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا بإذن الله طبعا القايمة تشهد عودة قائد وكابتن الفريق محمد الشناو اللي كان غياب عن اللقاء الأخير أمام الداخلية أيضا عودة وسام أبو علي عايز أكلمك بقى على كافة اللعبين أو كافة العناصر الموجودة في فريق النادي الأهلي نادي الأهلي بكامل قوطه ضربة بكافة العناصر بدءا من الكابتن محمد الشناو مصطفى شبير وأيضا محمود الزنفولي وحمز علاء وبالمناسبة أحمد برضو خلينا طب منك على النهاردة أيضا كان موجود فيه على هامشة التدريب مصطفى مخلوف الحارس اللي كان يعني أصيب بكسر فيه الواجه خلينا أقولك بدء أيضا النهاردة الجزء الأول فيه برنامج التأهيلي الموضوع لمصطفى مخلوف بخلاف يعني مصطفى مخلوف علي معلول برستاو عمر كمال عبد الواحد كافة لعيب اللنداد الأهلي جازين لازي ألا المواجه كريم فؤاد موجود عندك في المركز الزهير الأيصر وأيضا أحمد نبيل كوكا سواء في مركز الزهير الأيصر أو في نص الملعب أيضا عندك محمد داني وأكرم توفيق مروان عطية أليو ديانج إمام عشور كافة اللعيبة في خط وسط اللنداد الأهلي عمر السلية خط في هجوم اللنداد الأهلي أو خط وسط اللي هجومي سواء حسين الشحاب برستاو كريستو النهاردة اللي بيظهر أيضا في التدريب بشكل مميز جدا حمد اللي ضو كريستو واحد من اللعبة يعني الإضافات المهمة جدا أيضا زميل أحمد يعني على هامش برضو التفاصيل الخاصة بالمران بطمنك أيضا على اللعبة اللي موجودة من قطع الناشئين سواء أحمد عبدين ومحمد عبد الله أيضا اللعب الغاني ريندورف وحب أيضا وعناصر من العناصر المميزة والمبشرة فيه اللي نادر الأهلي اللي بنشوف التظهر فيه التدريب بتاخد ثقة مستر مارسل كولر تقد كل الأمور مهيئة إن شاء الله طبعا يا أحمد إن شاء الله اللي عادة النادر الأهلي اللي إن شاء الله عقب نهاية المران الفريق هيدخل معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للاستعداد طبعا لمواجهة فريق الزمالك غدا بإذن الله أنا موجود طبعا معك يا أحمد لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل وبرده نتكلم لو أحطك في الصورة أيضا لترتيب الفريق أو برنامج الفريق غدا بإذن الله عايز أعرف منك وبعد أنا أعرف أن الفريق هيدخل معسكر مغلق النهاردة وبعد المران مباشرة بالفعل يا أحمد بعد عقب المران الفريق هيدخل في معسكر مغلق خلاص يعني أنا أبقى أكد لك يعني بقى فيه أمور خلاص اعتيادية التجهيزات اللي بتتم طبعا يعني بالمناسبة برضو يا أحمد على هذا الصياق أيضا طبيب التغذية بالنادي الأهلي بيجاهز البرنامج الغذائي للعبين غدا بإذن الله بموعد الوجبات بالأمور الخاصة بوجبة أو العناصر الغذائية اللي أكون موجودة فيه واجبات اللعيبة غدا بإذن الله عايز أقول لك كل التحضيرات دي بتتم فيه حاجات خلاص يعني تقدر تقول وفي الوقت اللي أنا بكلمك فيه في بعض الأمور الخاصة بالفريق بتتجه يعني عمال الفريق اللي ندري أو عمال المهمات إلى مقر إقامة الفريق في أحد الفنادق طبعا لتجهيز الغرف وتجهيز كافة الأمور اللي بيحتاجها للفريق لأن مستر مرس الكولر واحد من المداربين اللي بيجي يوم المباراة بيبقى فيه فترة تدريبات خفيفة لمدة ربع ساعة أو نوص ساعة فتبقى فيه مقر إقامة الفريق يوم المباراة فكافة هذه الأمور خلاص يعني تم التحرك منها خلاص لمقر إقامة الفريق فيه أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة الفريق خلاص يعني يختتم للتدريبات والتجهي طبعا للدخول في معسكر مغلق استعدادة لمواجهة الزمالك دي تخطيئة كاملة وشاملة وافية من الزميل فاروق صلاح عن تمرينت النادي لأهلي تطميننا فيها على سكوال بشكرك فاروق طبعا شكرا جزيلا كل التوفيق لأنجومنا بكرا إن شاء الله نرهن عليهم في جميع الأحوال تلعبت أو ما تلعبتش تلاتة نقاط مهمين جدا بصرف النظر عن اسم المنافس بصرف النظر عن هشارك أو مش هشارك تلاتة نقاط مهمين جدا يبحث الأهلي عنهم لاستعادة مكانه الطبيعي صدرت جدول الترتيب التمرينة اختلفت وانت بتصفرق كده على العيوة ما التمرينة اختلفت يا أحمد عن التمرينة بتاعتكو زمان ولا مش زمان أو يعني بس لا لا هي هي نفس الشغل الأجانب طبعا هو هو نفس حتى التمرينة تمرينة المصري مختلفة عن تمرينة الأجنبي لا المصري بيقلد الأجنبي لا الأجنبي يتعاملوا باحترافية أكتر يعني يتعاملوا باحترافية أكتر ما عندهمش برضو حتة حب وكره دي يعني اللعيب هو عز مصلحته برغم مثلا ممكن ما بيحبش لعيب معين بس مصلحته معين هو يلعبه فدي بشكل كبير جدا مين أكتر حد كان محترف عد عليك لا أنا بالنسبة لي كان مستر مانو المستر مانو الجوزي وأنا في الاتحاد مستر كابرال اللي كان مسك الزمالي كان لكده البرازيلي حاجة بتعامل باحترفية عنده خبرات كبيرة جدا كيفية تعامله حتى مع المباريات مع تأديره حتى للعيبة الكبيرة برضو دي بتفرق من مدرب مصري شوية بعض المدربين يعني الأقلية ما بيحبوش اللعيبة الكبيرة اللي هي أسماء عايزين لعيبة صغيرة يقدر يتحكم فيه لكن المدربين الأجنبي بيقدروا اللعيبة الكبيرة اللعيبة اللي لها أسماء اللي لها تقلها في الفرقة فدي ممكن الاختلافات عن المدرب المصري عن الأجنبي المدرب الأجنبي كمان بيدرس المباراة أكتر وأكبر وبيدي نفسه مساحة شغل من المباراة للمباراة يعني هم ما بيرايحش زي اللعيبة أو مثلا هو عنده شغل وبيقدر يتعامل بشكل كويس بيشوف الفرقة اللي هيلعبها اللي بعد كده مين وده ظهر بشكل أكبر مع مستر كولر يعني لو نكلم حديثا الراجل بيدرس الفرقة بشكل كويس من بعد المباراة بتلاقيه بيقعد وبيشوف الفرقة اللي هيلعبها عندها نقطة ضعف إزاي عندها نقطة قوة إزاي بتهاجم أول ربع ساعة بيشتغلوا إزاي فهنا الأجناب بياخدوها باحترفية أكبر يعني خلينا روح معك لمطش الأهلي والزمالك اتلعبت احنا جاهزين وعلى تم استعداد وده واضح بشكل كبير جدا من اللقطات والثواني اللي احنا شفناها من تبرنت النادي الأهلي ما تلعبتش خير وبركة ثلاث نقاط في منتهى السهولة مع فرصة راحة اللعبين الحقيقة مستنزفين بشكل كبير جدا نتيجة مشوار طويل لكن السؤال هنا إزاي ممكن الأجواء دي تأثر على نادي الزمالك قبل ظهوره في ملعب المباراة بكرة هي أكيد النسبة الأكبر هتأثر على اللعيبة هتأثر على اللعيبة وتشتتهم حتى في المباراة لأن تتكلم في مباراة أهلي وزمالك بتبقى اللعيبة محتاجة أنها تركز محتاجة أنها تبقى قفل على نفسها بشكل كويس الأجواء اللي حوالين المباراة ما قبلها مثلا بأسبوع أو بخمسة أيام ما بين المباراة والمباراة بتقدر تشتغل عليها أنت فيه عند اللعيبة الأهلي الأهلي تحديدا خلينا أتكلم في اللعيبة الأهلي بما أنك أنت كنت واحد من نجوم نادي الأهلي قبل مطش الأهلي الزمالك بيبقى فيها حالة خاصة يعني الواحد بيلعب مطشقات كتير مهمة وممكن تكون بتلعب في دوري أبطال مع فرق تقيلة جدا لكن هل الزمالك تفكير في مطش الزمالك بالنسبة لعيبة الأهلي والزمالك أعتقد برضو نفس الحكاية حالة خاصة ظروف خاصة تحضيرات خاصة طبعا تبقى تحضيرات خاصة جدا ومالهاش علاقة بوضع الفرقتين فين في الجدول لأن دي مباراة خاصة مباراة لها حسابات تانية خالص مباراة تسعد جماهيرك مباراة بتركبك معنويا لبطولة الدوري مالهاش علاقة أنت فنان عامل إزاي المباراة اللي فاتت وعلى الجانب الآخر مالهاش علاقة بتبقى مباراة خاصة بين اللعيبة حتى في الملعب حتى كمان مالهاش علاقة بالطريقة اللي إحنا هنلعب بيها عاملة إزاي المحاضرة ماشي تمام زي الفل بس التنفيذ اللعيبة اللي هتبقى مركزة بشكل أكبر اللعيبة اللي هتنزل تنفذ التعليمات بتاعت المدير الفني وتركزها بشكل كبير الحالة الفنية اللي على اليوم المباراة عند اللعيبة دي اللي هتفرق بشكل كبير ودي اللي بتركح دايما كافة النادي الأهلي اللعيبة مركزة بشكل أكبر لعيبة محضرة بشكل كويس لعيبة قفلة عن نفسها بشكل كويس عندك قودة لبس فيها مقاومات إن أنت تقدر تتعامل مع المباراة دي سواء تلعبت أو ما تلعبتش هتلاقي كل الكلام اللي قلته حتى قبل اللي قاله فاروق هتلاقي نفس الكلام إن لعيبة مركزة بشكل كويس اللعيبة ملهاش علاقة بإيه اللي بيحصل برا لكن تحضيرات أهلي وزمالك بالنسبة أنا اللي أنا شوفته داخل قودة لبس النادي الأهلي على مدار أجيال كمان واللي أنا بعرفهم للناس موجودة داخل القوضة لا اللعيبة الكبيرة عليها دور بشكل كبير إنها تبقى مركزة تبقى قفلة عن نفسها بشكل كويس ما تديش ودنها للسوشيال ميديا قبل المباراة بيومين ثلاثة دي مقاومات البطولة لداخل النادي الأهلي عشان كده مباراة أهلي وزمالك حتى بالنسبة للجماهير تحضيرها بيبقى بالنسبة للجماهير وبالنسبة للعيبة اللعيبة بتبقى مقدرة ده مقدرة أن الجماهير مستنية مباراة أهلي وزمالك حالة ساسبنز طبعا آه طبعا ده بيحصل واللعيبة عندها ده يعني اللعيبة النادي الأهلي عندها الخبرات الكبيرة أنها تقدر تتعامل في الأجواء دي بشكل كويس محضرين نفسهم بشكل كويس للمباراة الأفضل طبعا لو المباراة ما تلعبتش أن اللعيبة تريح لأن بصراحة طبعا في جميع الأحوال في جميع الحالات أهن كان السيناريو بكرة إحنا ما ننشش علاقة بي يعني اللي هيكون هيكون لك إحنا بنستعد ونجهز كأن المباراة هتلعب وفي ظن أغلب الظن يعني بتأدير أنها احتمالية لعبها أكتر من إلغاها بس في النهاية الأهلي بيحضر المباراة كأنها هتلعب ومعتقدش أنه هيبقى الموضوع خسن بشكل كامل إلا لو الزمالك مرحش ملعب المباراة ساعتها بالنسبة لي أأكد لك أن المباراة انسحب لنادي الزمال لكن في النهاية خلينا أسألك فنية يعني أنا أنا كل كلامي معاك النهاردة أو سيناريو حواري معاك النهاردة على أنه المباراة هتلعب بكرة ما عنديش حاجة تانية إلى أن يثبت العكس وما يقدرش أن نتكلم فأكتر يعني لكن لو تلغت أنا مش شدق يعني طبعا جماهير الكرة في مصر ممكن تتدايق لأنه نسبة السنة ماتش أهلي وزمالك مرتين في السنة أو تلاتة في السنة بيبقى حقيقي يوم ليه طعم مختلف تماما بصرف النظر عن لقاء بطولة أو مش بطولة الاتنين بيه نفسه أو مش بيه نفسه لكن اللقاء يبقى لقاء الأهلي وزمالك هو أهم لقاء كروهي على مستوى عشان كده اتكلمت مع حضراتك أن ما لهاش علاقة أنت بحالتك عاملة إزاي أنت ومقاعف الجدوى العاملة إزاي مباراة لها طبع خاص خالص وده اللي لازم يوصل المسؤولين أن مباراة أهلي وزمالك ما لهاش علاقة بالحالة حتى اللي عليها الدوري المصري لكن لها معايير خاصة ولها انتزامات خاصة ولها أجواء تانية خالص لها كل الناس مستنية حتى في الدولة العربية مستنية مباراة قمة زي أهلي وزمالك وده كنت بكلم معك في الأول لما جات الكلام على أوروبا والفوائر وليه أوروبا هي اللي بتقود العالم كرويا يعني أهم بطولات الدوري انت لما تجي تبص أهم دوريات على مستوى العام هتلاقي أكلها في أوروبا لما تلاقي أهم نجوم على مستوى العالم كرة لعيبة هتلاقيهم في أوروبا لما تلاقي أهم مديرين فنيين أوروبا لما تلاقي أكبر منتخبات بتنفس على كاس عالم أوروبا بيتزاحم شوية أمريكا الجنوبية لكن في النهاية القيادة السيطرة الهيمنة أوروبية وهنا أتكلم على فكرة الإدارة فن إدارة صناعة كرة القدم ده جانب إداري واستثماري مالوش علاقة بممارسة الرياضة من عدم هي في النهاية بيزنس زيها زي السياحة زيها زي الزراعة زيها زي الصناعة زيها زي قناة السويس يعني في النهاية ده مصدر دخل منظومة استثمارية ومنظومة اقصادية بتدر دخل للدرايب والدولة وللأندية وللعبين وللعاملة غير المباشرة بيزنس كبير جد هو في النهاية بس هو ده اللي أنا كنت بتكلم عليه أنت بتكلم على حدث ممكن استغلاله ونجاحه واستثماره مش بس على مستوى مصر ده على مستوى أفريقيا وعلى مستوى كمان الوطن العربي لا اللي أنا عايزة أوضحه لحضرتك كمان إن كل الدول أو كل الفرق اللي احنا تكلمنا عليها دي هي كرة قدم فقط يعني الفرق اللي احنا بنكلم عنها دي هي شركة كرة قدم مش معندهاش ألعاب تانية ولا عندها مثلا بسكت ولا عندها ألعاب مثلا لا في بعضهم يعني الريال عنده بسكت في بعض الفرق أهو عندها لكن الستي ماتشستر الميتد كل دي شركات شركات كرة قدم بتستثمر في كرة القدم بتستثمر إن هي إزاي بتجهز لعيبة إنها تبيع لعيبة إنها تستقطب لعيبة ميزانية مالية عاملة إزاي دخلي لما بأخذ بطولة زي بطولة أوروبا مثلا أو لحاجة دخلي بيبقى عامل إزاي منسبة الدخل انت عارف جواز اليورو كام انت عارف بس الفرق اللي تأهلت للمشاركة بتاخد كام عارف المكسب فرقة تكسب مباراة بتاخد كم مكسب أو تعادل المكسب يعني بيكسب لو المباراة انتهت بتعادل كل فريق نصف مليون يورو لو المباراة مكسب تكسب مباراة مليون يورو مشاركة 10 مليون يورو غير بقى جواز البطولة ويحسب بقى خدت يعني لحقة اللقب بتاخد فانت بتكلم في مبالغ في حتة تانية خاصة ده اللي أنا تكلمت عليه الفترة الأخيرة إن النادي الأهلي إزاي لما بيكسب دوري أبطال إزاي ما بروح كاس عالمي الأندية الموارد حتى المالية اللي بتعود على خزينة النادي الأهلي بملايين الدولارات فما فيش نادي أعتقد في مصر إنه هو بيدخل الدخل دوت للميزانية المالية بتاعت فرقته زي النادي الأهلي لما بيشارك كاس عالمي الأندية بيحقق دوري أبطال لما بيتأهل حتى الدورات تمهدية ما بيلعب سوبر أفريكي كل دي عوائد مالية بتخش خزينة النادي فطبيعي إن يبقى فيه استقرار توظيف حتى الأموال داخل النادي الأهلي من خلال مجلس الإدارة أعتقد إن الأمور عشان كده فينا جاحت بشكل كبير جدا حتى التوظيف حتى الأموال داخل النادي إن أنت إزاي بتجيب لعيبة إزاي بتجيب صفقات إزاي بتستغل الأموال دي في صالح الفريق صحيح فأعتقد إن ده كل ده في صالح النادي الأهلي والنادي الأهلي بيقدر يتعمل معه بشكل جيد هنفترض المباراة قائمة وبالتالي في مقارنة بين الأهلي والزمالك من ناحية السكواد زمالك يمكن كمان عنده غيابات قد تكون مؤثرة عناصر كانت يعني بتلعب دور رئيسي مع زمالك السيزن ده حدغي في المباراة بكرة عندنا بيرسيتاو عندنا عمر كمال زي ما قال لنا فاروق مش على حسابات مارسل كولر في المباراة بكرة الأجهز فنيا إرايتك لمستوى الفرق أو مستوى الفرقتين اللي قدموه بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال بعد تتويج الأهلي بالزمالك بالكونفدرالية المواجهة كلاكت تاني مرة بين جوميز ومارسل كولر كل ده نقرأ معك ومع طبعا الأهلوية اللي بيتابعونا لكن بعد الفاصل طيب خليني أعكد مرة تانية طبعا الأهلي له سياسته وله مجلس إدارته اللي بيأخذ القرارات اللي بيراها في مصلحة النادي الأهلي ومصلحة الكرة المصرية في العموم يعني ومعتقدش أبدا أنه في ظروف مشابهة رغم أننا عرضت على حضراتكم في الأيام الأخيرة بالمقارنات وبالأرقام مترحت عليكم أسئلة منطقية أنه المتضرر الأول والأخير من النظام المسابقة في مصر هو النادي الأهلي وأنه أكتر نادي بيدفع تمن عدم انضباط المسابقة وتلاحم المواسم وامتداد المشوار البطولات لأشهر طويلة جدا احنا قلنا في أقل تقدير المسابقة ممكن تنتهي في نص تمانية أو ما بعد كده كمان في موسم الأهلي عنده ارتباطات عالمية وقرية ومحلية في موسم قادم يكد يكون مستحيل فبالتالي الحقيقة فيه اعتبارات كتيرة جدا مش مرتبطة بأزمة نادي الزمالك القصة قصة نادي الزمالك والأزمة والمشكلة عند نادي الزمالك والمطالب اللي تقدمت بها هي قدرت نادي الزمالك ما لم يتم الاستجابة لها وعلى حسب ما عرفت أنه من الصعب جدا الاستجابة لها الزمالك قرر أنه ينسحب بكر في جميع الأحوال بأكد مرة تانية أنه الأهلي يعني مستعد وجاهز إن شاء الله لمباراة بكر وبعد مباراة بكرة يبقى لنا كلام تاني وطرحة تانية إن القصة مش مرتبطة بس بمباراة القمة القصة مرتبطة بمبدأ استكمال المباراة عموما وبالتالي مباراة الأهلي وما بعد مباراة الأهلي وما يترتب على ذلك من نتائج خلينا من ازبقش الأحداث لأنه وارد كل ده بكرة يطلع سناني ومختلف تماما والزمال يبقى موجود في أرض الملعب وساعتها يبقى فيه كلام تاني خالص الأهلي والزمالك بعد مباراةهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية حصل تباين شوية في المستويح سواء على المستويح فرقتين إزاي شفت مشوار الأهلي بعد دوري الأبطال لعبنا ثلاث أو خضنا ثلاث موجهات طبعا والتأقف عشان تصفيات كس العالم فترة طويلة مش قليلة أثرت إلى حد ما على المستوى الرائع اللي كان ظهر بيه الأهلي في بطولة أفريقيا أو تتويجه باللقب شفت إيه أهم الإيجابيات في التلاث مطشاط والحاجات اللي ممكن شوية تكون محتاجة شغل أو يعني لفتت انتباهك لا اللي هنتكلم عليه دايما هو ما يميز النادي الأهلي في المواقف دي في المواقف لما يكون عندك إجهاد لما يكون عندك طلاحهم بوريات طلاحهم بطولات حتى تعحيك حتى البطولات هو السكواد اللي عندك اللعيبة البدائل اللي بتبقى موجودة اللي بتاخد فرصة اللي بتبقى عنده حسن الظن اللي مستنية فرصة الرهان على مين دلوقتي اللي مستني الفرصة ولا اللي رجليه في الملعب يعني انت تراهن أنه التوقيت ده مش بكلب بس على مطش الزمان عشان الأهلي يستعيد حيويته مرة تانية خلينا نتفق أنه فيه عناصر لأسباب ديانج مسلا على سبيل المثال عمر السلية على سبيل المثال أحمد عبدالقادر وغيره وردى سليم ما كانوش كريم فؤاد فيه قمات كتيرة جدا كانوا غيبين لأسباب أو لأخر ورجعوا بتدوا يظهروا في السورة تانية ديانج شارك عبدالقادر شارك وتعلق السلية ظهر بشكل كويس جدا في الدقاء اللي خدها في مطش الداخلية الأخراني الرهان على مين في التوقيت ده اللي جاي من بعيد مستني الفرصة وجعان كورة ولا الرهان على التشكيل اللي انت يعني معتبرها تشكيلة أساسية الرهان هنا على اللعيبة اللي عايزة فرصة اللعيبة اللي عايزة فرصة وأنا بقول لهم دي أحسن فرصة أن انت تقدر تحط رجلك تاني أن انت تقدر ترجع تشكيل بصفة أساسية لأن الفرصة مش هتيجأة من خلال كده يعني لما لقدر الله زميل مثلا بيتصاب بيبقى بعيد للإقاف بيبقى مثلا الراجل فيه ناس مريحة فيه ناس بيتشترك في البطولة طول البطولة فمحتاج إن هو يدي لعبة تانية لأن الراجل معذور بشكل كبير جدا إن هو مش هيقدر يغير دايما إن هو بيقدر يعتمد على لعيبة معينة على 8-9 لعيبة هو ده القوامل أساسي بالنسباله وبيقدر يغير عليه بعض البدائل التانية فأنت لو مش في جاهزيتك أنت قدام الناس هتظهر مش في مستواك فكل الانتقادات هتروح لك أنت كلعب محتاج تحط رجلك لكن اللعبة اللي حطت رجلها زي ما قدرك قلت السلية كريم فؤاد ظهر بشكل جيد مع الناد الأهلي في النهائي دوري الأبطال السلية بيرجع بيقدر يسجل ديانج بدأ يرجع تاني عبدالقادر ماشي بشكل كويس على مدار مبارتين أو ثلاث مباريات ماشي بشكل كويس كل اللعبة دي بتضيفه والأسعد بالكلام ده كله هو مستر كولر أن اللعبة كلها تبقى جاهزة أننا لما بديك فرصة بيتبقى عنده عصر نظن والأهم من كل ده أن أنت تتحقق ثلاث نقاط في ظل ضغط المباريات في ظل الإجهاد حتى الأداء ممكن ما يبقاش أحسن حاجة وده طبيعي ووضع طبيعي بعض اللعبة تظهر عليها الإجهاد بشكل كبير جدا أبرزهم حسين الشحات لكن في البداية اللي بتقدر تضيف بتقلق إمام عشور ويقدر يكسب النادي الأهلي ويبقى مصدر من مصادر اللعبة اللي بتقدر تحقق الفوز للنادي الأهلي بالفرص بالشوتنج اللي موجود عنده هنا اللعبة اللي عندها خبرات اللعبة اللي تقدر تعمل لك فارق أفشة كمان في الفترة الأخرانية طبعا طبعا وبشيت بيه بأداء وبالتزامه حتى كمان أفشة بتمثله حتى للنظام اللي داخل قدة لبس النادي الأهلي بالتزامه حتى من الكرارات بتاعة الجهاز الفني وده ربنا بيكريمه ربنا بيكريمه لما بيقدر يرجع تاني وحط رجله بشكل كويس ويقدر يكسب النادي الأهلي أعتقد أن أفشة من العناصر الأساسية اللي مقدرة حجمة شرط النادي الأهلي ومقدرة هي بتلعب فيه بشكل كويس أعتقد أن أفشة بعقلية زي أفشة قبل ما يكون فنيا أنه قادر يتعامل مع الأمور دي بشكل كويس خد بالك أفشة برضو من العيبة اللي كتب التاريخ مع الأهلي يعني التاريخ في يوم الأيام إن شاء الله يعني ربنا يدي له طولة العمر في الملاعب طبعاً محدش عارف إيمدى ممكن يودع المستطيل الأخدر لكن أفشة تحديداً تاريخه مع الأهلي نقلوا في حسها بس هي فيه نوقات مضيئة اللعيبة معينة يبقى كرم من عند ربنا مهما هيمر التاريخ هيظل فيه نوقات مضيئة بالنسبة لأفشة وبوتريكة وبعض اللعيبة الكبيرة لا مع كامل الاحترام يعني بص أنت بتقول أسماء طبعاً أبوتريكة في الملعب يعني أبوتريكة في الملعب طبعاً عند الأهلوية ليه أبوتريكة اللاعب يعني ليه مكانة كبيرة جداً أبوتريكة قاعد في التلسانة قد إيه؟ لحد ستة وعشرين ستة وعشرين سنة حد حس بأبوتريكة يعني حد كان يسمع على أبوتريكة لكن المجد كله والتاريخ كله والذكريات كلها في الأهلي أفشة لو كان ما دخلش الأهلي كان ممكن يحقق عشر إن شاء الله ربع على نص عشر اللي هو حققه مع نادي الأهلي هي الفكرة أنه اللعيبة اللي بيخش بيبقى حتى تعينه طبق بص يعني أنا عارف أن اللعيبة كلها فيش حد في الدنيا بيدورش على الفلوس وفيش حد في الدنيا بيدورش على النجاح كله نفسه ينجح ونفسه يسيب علامة ويسيب بصم لكن لما بتخش الأهلي قصة غير الباب مفتوح وريني نفسك وريني عقليتك وريني قدرتك على التعامل مع الدوق فاهم قصدي يا أحمد ها طبعا هي بتفرق أنت عايز إيه يعني اللعب أنت عايز إيه أنت عايز إيه أنت عايز بطولات عايز إنجازات عايز 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 آه الفلوس ممكن في أماكن تانية أهل ناسها مثلا زيادة خمسة ستة مليون جنيه عشرة مليون جنيه بس هنا أنت داخل نادي الأهلي بتسطر تاريخ تايب ومع احترامي برضو العود دلوقتي حتى داخل نادي مش قليلة يعني مش قليلة يعني مع أندية تانية ما بتاخدش بطولة ما بتلعبش كاس علامة الأندية وده ظهر أكتر وأكبر مع كلام إمام عشور إنه محتاج ياخد كاس دوري أفطال لأفريقيا ومكانش هياخده ألا مع نادي الأهلي كل اللعيبة المقدرة هي بتلعب فيهم شكل كويس ممكن أدغاضة زي ما حصل قبل كده إنه قدر يتنازل حتى عن فلوس للعين الإماراتي وإنه ييجي النادي الأهلي بعقود أقل أكيد من برة لكن هو عايز سطر تاريخ لنفسه وده حصل فعلي مع أن اللعيبة ما بيهم ما بيفرقش معها الفلوس أو المقابل المادي لأن الموضوع قريب مش بعيد لكن أنت داخل نادي الأهلي تسطر تاريخ لنفسك يذكر في يوم الأيام أنت حققت كام بطولة لعبت كاس علامة الأندية كل ده بتجني زي الحمد لله في فضل الله اللي أنا بجني دلوقتي أني حققته مع النادي الأهلي ما كنتش حققه في أي مكان تاني وده سر النجاح داخل نادي الأهلي صحيح بيتقال دايما أنه الأهدى عصابا الأكثر ثباتا بعيدا عن أنها وحي الفنية والبدانية والتكتيكية يعني هو اللي بيقدر يحسم اللقاء الخمة تعالي شوف كده أرقام مقارنة وارجع أقول الظروف اللي داخلين بيها بكر الأهلي بيحارب على كل نقطة إزا مالك فقد الأمل في المنافسة بالتالي رأيتك لده إزاي وممكن يأثر إزاي على سيناريو المباراة وتاكتيك جومز وتاكتيك مارسل كولر نستعرض معاك الأرقام يا بوحمد طب دليا هو الأهلي لعب 18 مباراة والزمالك 20 الأهلي فوز 13 بيتفاوق طبعا نادي الزمالك فز 10 تعادل نادي الأهلي 3 تعادل 3 مباريات النادي الزمالك تعادل 4 النادي الأهلي الأقل خسارة مبارتين هزيمة من 18 منهم خسارة فعلي 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 بس يلا مش هم علينا يلا مع علينا بس فعلي فعلي دي في حاجات كتير صحيح فوز مالك 6 هزيم الأهداف الأهلي طبعا بيتفاوق 40 هدف أقوى فريق أقوى فريق أقوى جمهور أقوى لعب أقل عدد مطشاط في البطول أقل عدد مباراة يحسب لمارسل كولر وكمان أعتقد أنه 15 أو 16 لعيب من سكوات الأهلي يمسجلين لـ 40 هدف دول وبرضو دي تحسب لمارسل كولر الحقيقة أكيد وهنرجع كمان في الآخر حتى الإهدار حتى الفرص كان النادي الأهلي ممكن يبقى متفاوق أكتر من كده بشوية نادي الزمالك الأهداف 31 استقبال الأهداف الأهلي 18 الزمالك 19 متقربين في استقبال الأهداف الاستحواز حتى متقربين 60% ونادي الزمالك 61% متوسط التصويب برضو يعني 5 أو 2 من 10 للأهلي الزمالك 5 من 10 صناعة الفرص 36 الأهلي بيصنع فرص 36 فرصة الزمالك 34 التمرير متوسط التمرير 434 على الجانب الآخر الزمالك 452 ورايبين برضو من بعد متوسط الكرات الطولية وده اللي بيلجأ لها النادي الأهلي على فترات كتير يعني في المباراة عنده لعيبة كتيرة يعني معلول بيعمل ده كويس أوي عبد المنعم بيعمل ده كويس أوي ربيعة بيعمل ده كويس أوي إمام بيعمل ده كويس عندك لعيبة تقدر تنقلك المرعب وتوصلك يعني بفاص طولي للمرمى بسهولة جدا فالأهلي الحياة وأنت مش هتلجأ فعلا لللعب ده تلما يكون عندك حد زي وصام أبو علي بقدر فعك كرة مثلا بعد ما قصي وصام أبو كهرباء بكرة لو الاتنين جاهزين لا أفضل كهرباء كهرباء اللي رجله في الملعب كهرباء اللي بيرجح كفته حتى في المباراة الكبيرة كبيرة متوسط الكرات الطولية قلنا 37 للأهلي واحد من عشرة و28 و9 من عشرة للزمالك متوسط العرضيات 5 و1 من عشرة للأهلي متفوق على الزمالك 4 و5 من عشرة بهدار الفرص 17 ودي اللي بأننا اتكلمت فيها بالنسبة للأهلي 13 بالنسبة للزمالك الأهلي هو اللي بيقدر يخلق فرص بشكل أكبر البطولة الوحيدة اللي حققها الزمالك السنة دي هاي الكونفدرالي هل نجح فيها الزمالك لأنه مستوى مختلف متميز أفضل من مواسم السابقة أولا لأنه النسخة دي ضعيفة أو المنافسة فيها مش قوية جدا وتفسيرك ايه للتباين أنه يفوز بكونفدرالية ويرجع يقدم المستوى دي أرقام في الدوري أعتقد معدتش على الزمالك من سنوات طويلة ترتيب أعتقد مترجع جدا نتائجه في المتشاط الأخيرة انتقادات كبيرة الجامز يعني فيه تركيبة كده فيه معادلة شوية ملغباطة في نادي الزمالك في التوقيت دي لا أنا بشوف ضعف البطولة ضعف البطولة ضعف الفرق حتى اللي بتلعبها مع احترامي الأسماء الفرق الموجودة وهي بطولة اللي بتأهلك حتى كمان اللي ما بيلعبش في دوري أبطال أفريقيا هو اللي بيروح يلعب في الكونفدرالية مع بعض الفرق اللي ممكن تبقى موجودة على مستوى شرفي مثلا في البطولة أعتقد لو ضعف البطولة لكن أنا دايما بتتكلم انت قاسها لتحقق البطولة لكن الأصعب أن انت تحافظ عليها وده اللي دايما النادي الأهلي محافظ عليه بشكل كبير طيب هستعمل معك سواء من حيث توقيتات تسجيل الزمالك لأهدافه السيزن ده في مطشط الدوري أو توقيتات استقباله للأهداف ونشوف ممكن تقراها ازاي معنا هنبدأ بالمعدل أو توقيتات تسجيل الزمالك لأهدافه جهزة معنا لغاية ما تجهز رهان جومز في تشكيلة الزمالك على مين بكرة أو منا مصادر الخطورة في الزمالك اللي انت تعملها في غياب أعتقد جزيري في غياب شكبالة في غياب أعتقد فتوح كمان ممكن يغيب لو ظهر الزمالك بكرة في الملعب يعني ممكن يبقى برى السكواد أحمد حمدي طبعا آه طيب خلينا هم عرضولنا توقيتات تسجيل الزمالك للأهدف معدلات تسجيل الزمالك لأهدافه على مدار التسعين دقيقة على مدار التسعين دقيقة في أول عشر دقايق بستة في المية هو شوط الأول تقريبا وبدايات الشوط التاني تقريبا يعني هو بسجل في بداية شوط تاني هو بداية شوط التاني ونهاية شوط أعلى معدلات أهداف في آخر عشر دقايق يعني تلاتين في المية من الإجوال بيسجلها الزمالك بيسجلها دايما في آخر عشر دقايق في المباراة عشان بيبقى خسرهم، يعني محتاج ان هو يهاجم بشكل أكبر وده هتلاحظ عليه حتى في الأهداف اللي بيستقبلها نادي الزمالك ان هو بيفتح خطوطه لان هو بيبقى متأخر بأهداف فمحتاج ان هو يهاجم فبيهاجم في آخر عشر دقايق بيفتح خطوطه وده اللي نزم نقطة ضعفة بس متخفز قوي جميز مع الزمالك هجوميا في أول شرط يعني لما شوف انه في أول عشر دقايق ستة في المية بس من الأهداف هنتكلم على ستة عشر أو خمسة عشر يعني تلاتين في المية تقريبا في الشرط الأول من أهداف الزمالك مفترض انك انت بتبقى عندك دوافع أكبر عندك رغبة في المنافسة فبالتالي رغبة في المكسب عندك فوارئ من ناحية الإمكانيات واللعيبة اللي موجودة في الملعب لكن يبدو انه رجل متحفز مثلا نقراها كده دايما رجل متحفز يعني دايما مستر جوميز حتى مش بنقول من الفرق الكبيرة اللي انت تنزل تفرد اسلوب لعبك ان انت عايز تجيب هدف أول عشر دقايق أول ربع ساعة طيب نروح لتوقيتات استقبالهم للأهداف ودي تهمينا احنا بقى يعني دي اللي يتخصينا منها ده معدل استقبال الزمالك للأهداف السيزن ده على مدار التسعين دقيقة زي ما قال حضرتك هو استقبال الهداف مرضو نفس الحكاية زي ما انت رسا بتقول يعني النسبة الأكبر رغمنا طبعا في الشوت الأول أو في العشر دقايق ما بين دقيقة عشرين والدقيقة تلاتين في واحد وعشرين في المية لكن آخر تلت ساعة فيه تقريبا يعني سبعة وتلاتين في المية من الأهداف اللي بيستقبلها الزمالك بتخصي شباكه في آخر عشرين دقيقة ده اللي أنا قلت لحضرتك عليه انه حتى هتلاقي هو الراجل في الشوت الأولاني بيستقبل أهداف بيستقبل أهداف عشان كده الشوت التاني بينزل بيهاجم وده ظهر في الهواء في الأتاج وبيفتح خطوطه وده بيصعب المأمورية حتى على خط الده حالة تنظيمية بتوقعش جيدة عنده وبيستقبل أهداف في آخر عشر دقايق أو آخر ربع ساعة لأن ده نتيجة زي ما قلت حضرتك هيفتح خطوطه الحالة البدنية مش هتبقى عنده أحسن حاجة لأنه دايما بيهاجم دايما عايز يعمل استعواز مع الكورة فهنا دايما اللي بيعمل استعواز مع الكورة وعايز يقدر يهاجم أكيد هيبقى الحالة البدنية عنده مش مش جيدة نتيجة طبعا نتيجة السلبية اللي بيمر بها كل التمانيات بالتوفيق احنا كسبين في جميع الأحوال بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأهلي على أتم استعداد لمواجهة الزمالك بكرة سواء حضر إلى ملعب المباراة إن شاء الله نتمنيها حضور ونتمنها لقاء قمة تنتظروا جماهير الكورة المصرية نتمنى إن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدم العرض المنتظر منه أو لم يحضر الزمالك وبالتالي تلات نقاط هما الأسهل هما الألطف هما الأجمال على مدار مشوار الأهلي في البطولة أشكرك كابتان أحمد نورتنا وشرفتنا حبيبا أستاذ أحمد أنا أخيراً بس أنا بحب من خلال طبعاً كناة الأهلي إن أنا بشكر جداً ربطة الأندية وتمثلها حتى لللايحة ومجلس دارة النادي الأهلي وخضوعها لللايحة وخضوعها للقوانين اللي حطها الرابطة وده ظهر بشكل أكبر حتى في توضيح أستاذ أحمد دياب على شكل البطولة وحتى اللوايح راحت لللايحة راحت لللايحة من فبراير راحت للايحة كلها فأنا بشكر الرابطة على نظامهم والتزامهم اتجاه كل النوادي على حدة فطبعاً من خلال قناة الأندية الأهلي طبعاً لازم نشكرهم يعني على كل أحوال هيبان الموقف بكرة وتدعياته وتبعاته اللي زي ما قلت حقاكم مش مرتبطة بس بمواجهة الأهلي والزمالك لكن قد تمتد إلى ما بعد ذلك أثرها نتائجها القراءات اللي هتترتب عليها كل ده هيبان وبناء عليه هيكون فيه تقييم الحقيقة شامل كامل ونشوف حقيقة موقف نادي الأهلي هيكون ايه من الأحداث ونشوف يعني مستقبل البطولة ممكن يكون شكله ايه لأنه أعتقد أنه إذا كان فيه حد متضرر من البطولة واستمرارها إلى ما يعني نهايات شهر 8 أو بدايات شهر 9 أعتقد في المقام الأول والأخير هو نادي الأهلي بصرف النظر ومع كل التقدير والإحترام لكل الأندية اللي بتشارك فيه نفس المسابعة على كل أحوال 24 ساعة وتباني الصورة كاملة قدام حضراتكم بشكركم على المتابعة مرة تانية بشكر كابتن أحمد عدل على وجوده معنا وإن شاء الله نتقبل في حلقة جاية من السادسة تحياتي لكم تحياتي لكم